السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا رسول الله النهاردة الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن أخطر لحظة في حياتك وحياة البشرية كلها هنتكلم عن أخطر حدث في حياة الكرة الأرضية كلها هنتكلم عن اللحظة اللي ربنا استفق فيها واخترك فيها وكلفك فيها انك انت تغير الدنيا كلها تغير وثن وثن تغير قلب قلبه واتطهره هنتكلم عن اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى حملك بمهمة فيها لو نزلت على الجبال الجبال ما تحتملهاش النهاردة يا جماعة هنتكلم إن شاء الله عن بدء الوحي هنتكلم عن لحظة نزول جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحظة اللي السماء اتصلت فيها بالأرض بعد ستمائة سنة عطش لنور الله ووحي الله وتوجيه الله سبحانه وتعالى هنتكلم من أول ما النبي طلع الجبل لحد ما النبي نزل من على الجبل وما طلعش تاني طول عمره أبدا عليه الصلاة والسلام إزاي إزاي نبي واستحيل في الفضول والحرب والصفر والتجارة وخديجة وأولاده واعلاقاته إزاي وسط الدنيا اللي كلها يسيب الدنيا ويطلع على الجبل إيه اللي طلعه محد يسأل نفسه إزاي ده كان في مجتمع كله شرك مفيش في عبادة محدش بيقول لعبط ربنا لما ربنا يريد قلب إنسان بيجيبه إزاي لو ربنا أراد قلبك هيجيبك إزاي وهيجيب قلبك إزاي أول حاجة تهز قلب النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم حجرا كان يسلم علي في مكة وهو ماشي مرة رايح في صفر في تجارة في أي مكان وهو في مكان لوحده فجأة يسمع السلام عليك يا محمد السلام عليك يا محمد مين اللي عارفنا هنا مين اللي بيكلمني إن أنا مفيش بشر أصلا مين اللي بيكلم الصوت جاي من ناحية حجر إنهب عليه الصلاة والسلام يسأل نفسه معقول الحجر ينطق ويتكلم عشان أنا ويكلمنا أنا ييجي النبي مرة تانية أو تالتة من نفس المكان يعد يلاقي نفس الصوت طالع من نفس الحجر السلام عليك يا محمد الحجر بيتكلم مين اللي خلى الحجر يتكلم ربنا خلى الحجر يتكلم والسلام ده معناه حب الحجر ده ممكن يكون بيحبني الحجر ده ممكن يكون عارفنا أنا وليه ربنا يعمل معايا كده تاني حاجة تهز قلب النبي عليه الصلاة والسلام لما يبدأ ينام يشوف رؤى يصحى الصبح تتحقق كفلق الصبح بالظبط تخيل إنك إنت تشوف إن في زلزالها يحصل تصحى تقول للناس تاني يوم يحصل زلزال إيه الإكرام ده تخيل نظرة الناس ليه كاي يبقى شكلها إيه يا رب الرسائل اللي بتتبعتلي دي بتتبعتلي ليه والإكرام اللي أنا بكرم به وسط الناس ده وش معنى أنا دي رسائل حبيب لحبيب الرسائل دي ميلي بيبعوتها ليه يا ربنا وبيبعوتها لنا ليه وش معنى أنا بالذات وش معنى أنا ست شهور يشوف هذه الرؤى النبي بيقول أنه هو الرؤى الصادقة جزء من 46 جزء من النبوى والنبي شاف الرؤى ست شهور ورسلته 23 سنة الإمامة بن القيم رضي الله رحمه الله بيقول عشان كده كانت فترة الرؤى جزء من 46 جزء من نبوت الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ الزلزلين دون يهزوا قلب النبي ويبدأوا يغيروه يبدأ حب الله يتفجر في قلب النبي اللي خلت حجر يسلم علي اللي خلنا شوف الرؤى ده هي كلها يبدأ الحب يتفجر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدأ الشوق والأنس بالله يزيد في قلبه ويبدأ يزهد في الدنيا وحلف الفضول والتجارة وكل الدنيا واللي فيها ويبدأ عليه الصلاة والسلام بدايت حب الله يا جماعة دي بداية النبي دي بداية الإسلام دي بداية العلاقة الصحيحة مع الله بداية دنة كانت حب بداية دنة كانت عطفة حب رهيبة ملت قلب النبي تجاه الله وخلته يسيب الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام نفس بداية مريم لما ربنا قال إذن اتخذت من أهلها مكانا شرقيا انتبذت من اهلها سابت اهلها سابت احب الناس اليها وراحت لمكان عند شروق الشمس يفكرها يفكرها مع كل طلعت شمس بعظمة ربنا فاتخذت من دونهم حجابة مش عايزة حد يشوفني ولا عايزة شوف حد انا عاوزهاك انت يا رب بداية علاقة الفتح مع الله حب الله قدي ايه في قلبك من حب الله سبحانه وتعالى بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يمشي ويبعد عن مكة ويفضل ماشي كيلو اتنين خمسة عشرة خمستاشر كيلو لغاية ما يلاقي نفسه قدام جبل ايش معنى الجبل ده ده ترتيب من فوق ربنا اللي قدر جلد النبي يفضل طالع على الجبل ساعة ونص لغاية ما يلاقي في الاخر غار صغير يدوبك يكفيه هو عليه الصلاة والسلام يقعد فيه يفاجأ انه شايف الكعبة منه ماشي عارف النبي عليه الصلاة والسلام ان المكان ده هيبقى اخطر مكان هيشهد اخطر حدث على وجه الارض النبي ما كانش عارف وقتها ان الغار ده هو اللي ربنا اصطفاه لأول مرة هيتنزل فيه كلام الله القرآن على الارض كلها ويبدأ يعبد ربنا ايش معنى يا جماعة ايش معنى نبي اختار جبل لان الجبل ده اعلى مكان في الارض قريب من السماء اكتر مكان الانسان يحس في انه قريب من ربنا من حب الله واش معنى ربنا اختال له جبل نفس بداية سيدنا ابراهيم ايام ما جهل الكعبة وكانت لسه كل اللي حواليها جبال نفس البداية ليه الجبل الجبل تقدر تشوف السماء مفتوحة من فوقك تشوف عظمة ملكوت الله في التدبر ومن تحت تشوف الناس قد النقط يحتقر تحتقر قلبك الدنيا واللي فيها اللي جرب قبل كده يصلي على جبل عارف يعني ايه صلى على جبل ويعني ايه تدبر على جبل طيب واش معنى حراء ايش معنى غار حراء لانه يقدر يشوف الكعبة منه لانه عالي جدا ولان غار حراء مفيش طرق تجارة من تحته كانت الدنيا مهجورة هو وربنا وبس سبحانه وتعالى واش معنى غار لان الغار ده حتة في جبل مفيش دنيا مفيش زينة مفيش غير ربنا وبس سبحانه وتعالى وغار دي عشان يبقى في خلوة تامة مع الله سبحانه وتعالى ويبدأ يتفجر معاني حب الله في قلب النبي جولت غار صغير الصخر دهوت وفعز الجبل وفعز الليل وفوق الجبل يبدأ النبي يبص للسماء ويزيد في قلبه عظمة الخالق مع نجوم السماء في الصحراء في الليل ويبدأ يبص لتحته ويزيد في قلبه احتقار المخلوق ويبدأ حب الله يزيد والأنس بالله يزيد وتعظيم الله يزيد لدرجة انه عاد ينزل يجيب زاد ويطلع تاني عليه الصلاة والسلام ما عادش في حاجة من الدنيا بترجعه ولا تعطله عن ربنا ما عادش في حاجة في الدنيا بتشغله عن حب ربنا خديجة معطلتوش خديجة سندته وشجعتو وقفت معاه اوعي اوعي تبقى عنصر تعطيل لجوزك ابدا في الدنيا خديجة كانت ممكن تشوف احيانا غار جنبه وتعبد ربنا فيه الرسول يا جماعة الدنيا ما كانتش بتنزلوا ليها هو اللي كان بيطلع كل اللي حواليه خديجة طلعت لما احتكت برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة طلعت الرسول طلحها ما كسارش السل من اللي بينه وبين الدنيا زي جريج العابد ولكن خلى الناس كلها تطلع وتبقى عباد زيه عليه الصلاة والسلام ويزيد الحب في قلب النبي لدرجة انه خلاص ما عادش بيقدر بقى ينزل يجيب زاد الليالي زوات العدد ويفضل قعد ايام طويلة على الغار فيه انسان حب ربنا لدرجة انه عاش على جبل عشان يعبده فيه انسان حب ربنا لدرجة انه ساب الدنيا واللي فيها فيه انسان حب ربنا لدرجة انه هو عايز يعيش حياته في خلوة مع الله كل هذا الحب يا رسول الله كل هذا الحب يا حبيب الله لماذا محمد ويبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب يزيد واخر مرة يطلع فيها على الغار اخر مرة قبل البعثة وكنا في شهر رمضان رمضان البداية جماعة رمضان بدايتنا جماعة رمضان بداية البعثة رمضان بداية تفجر الهداية في الارض خلي رمضان بدايتك خلي رمضان بداية هدايتك خلي رمضان بداية علاقتك مع الله خليه اقوى رمضان في حياتك الرسول عليه السلام الشوق في قلبه زاد لدرجة ما عددتش تحتمل والاختناق من الواقع اللي حواليه زاد لدرجة رهيبة الرسول بص للواقع حواليه القتل زاد لدرجة الاخ يقتل اخوه والظلم زاد لدرجة المرأة بقت ما تعب يورث والربا زاد لدرجة اني معدتش فيه مال حلال والاوسان زادت لدرجة اني الاصنان بقت في كل بيت وفي كل مكان الرسول خلاص اتخنق من الواقع اللي حواليه اتخنق من الوضع ويطلع الرسول عليه السلام اخر مرة يقعد شهر كامل شهر كامل على غر حراق كان زي الايام دي يا جماعة زي الايام اللي احنا فيها ده الرسول يقعد شهر الرسول الشاب يسيب خديجة زوجته شهر كامل اه عشان الكفار اللي بيشتموا في النبي عليه السلام ويقولوا ان كان عنده الشاب النبي عليه السلام في عز شبابه كان بيسيب خديجة بالشهر ويطلع على غر حراق يعبد ربنا رسول الله كان لما يعبد ربنا كان بيعبده بكل زرف كيانه كان بيعبد ربنا بكل زرف روحه ما بيفتكرش حاجة في الدنيا مع ربنا سبحانه وتعالى ويطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليلة خمسة وعشرين رمضان وسط الليل الرهيب وسط ليلة في اخر الشهر العربي ما فيش امر ظلام دام الظلام رهيب ورسول الله بيبص في النجوم وبيتدبر في السماء ويتحدث لمولاه والليل وقت الفتحات لانه وقت المجهدة لانه وقت القيام لانه وقت المنهجاة وفي وسط هذا الليل يصدر الامر الرهيب يجي اللحظة الرهيبة يجي الوقت الموعود يصدر الامر من الله لجبريل من فوق سبع سماوات انه ينزل سبع سماوات لمحمد بن عبد الله الشاب الفقير اليتم اللي قاعد على غر حراق على جبل النور يصدر الامر الجبريل انه ينزل لاول مرة بعد ستمائة سنة من رفع سيدنا عيسى لاول مرة اول لقاء بين جبريل ومحمد اول مرة السماء هتتصل بالارض بعد ستمائة سنة اول مرة وحي ربنا ونور ربنا هينزل على الارض تاني تاني والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد في كنمة السكينة ماهوش عارف انه خلاص انه الاعداد تم انه مرحلة الصناعة خلصت انه خلاص بقى جاهز لتحمل اعباء الرسالة وفجأه الوحي وفجأة يسمع رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام صوت الصوت ده جاي من اين انا مفيش حد معايا في الدنيا انا خالص ويشوف نور يبدأ يطلع ويطرق ليه ايه النور ده وايه الصوت ده مين ده ويبدأ يتبين شخص يبدأ يتبين حدك حواليه النور ده وكله وبيقول له يا محمد يا محمد انا انا مين اللي عارف اسمي هنا ومين اللي عارفني ومين اللي يجي لي هنا اصلا والاول مرة يبقى محمد امام جبريل عليه الصلاة والسلام لاول مرة يفاجأ بسيدنا جبريل لاول مرة هيسمع صوت جبريل لاول ليلة قدر في الاسلام يا جماعة ليلة 25 رمضان اول ليلة قدر في الاسلام اول مرة اول لقاء بين امين السماء وامين الارض ويسمع صوت جبريل ويقول له اقرأ اقرأ انا انا عمري ما اريت انا عمري ما اعرف اقرأ انا عمري ما مسكت الم في ايدي ما انا بقارئ انا ما بعرفش اقرأ اصلا اقرزاي ويمسكه جبريل ويضمه يضمه يضمه لغاية ما يعصر النبي ويعصر صدر النبي عليه الصلاة والسلام فغطني يعني خنقه يعني ضغط على صدره لغاية ما عصر صدره لغاية ما عادش قادر ياخد نفسه حتى بلغ من الجهد يسيبه جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام بينهج من كتر الايجاد يرجع جبريل يقول له اقرأ اقرأ ما انا بقارئ انا معرفش اقرأ ياخده تاني يغطه تاني يعصره تاني يضم صدره في حضن جبريل تاني يضمه ضمة رهيبة والرسول على السلام خلاص مش قادر ياخد نفسه عليه الصلاة والسلام ويسيبه تاني يرجع النبي عليه الصلاة والسلام بينهج مش قادر من الاجهاد يرجع جبريل التالي يقول له اقرأ ليه يا جماعة ليه البداية دي ليه ما قالوش من الاول انا جبريل وانت رسول الله ليه من الاول ما قالوش اي حاجة من اولها امر من اولها تكليف من اولها كده تالت مرة ياخده ويعصره ويغط الحبيب عليه الصلاة والسلام ويضم صدر الحبيب عليه الصلاة والسلام ثم يرسله والاول مرة يتقر القرآن على وجه الارض والاول مرة رسول الله يسمع كلام الله سبحانه وتعالى والاول مرة غرح رأيه اشهد تنسل كلام الله وكتاب الله سبحانه وتعالى وبكل جلال رهيب يبدأ جبريل ينزل على قلب رسول الله اول خمس رحمات من رحمة الله للارض كلها لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل سيدنا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وينتهي اللقاء ويصعد جبريل ويسود السكون تاني ويقعد النبي عليه الصلاة والسلام واش حارف اللي حصل كيانه بيتزلزل من جواه ايه الكلام اللي انا اسمعته ده انا عمري بسمعت الكلام زي ده ومين ده ده ملك ولو ملك ما قاليش ليه ولو ملك من اللي بعته ربنا وربنا يبعت لنا ملك ليه هو انا نبي من الانبياء انا النبي المنتظر انا اللي هنقص البشرة دي ليه ربنا يبعتلي احنا الوقت يا جماعة عمر دعوة محمد على الارض حوالي عشر دقايق لسه عمر دعوة محمد على الارض دقايق عمر رسالتنا ده لسه عمرها دقايق ليه جبريل غط رسول الله ليه تضمز ليه البداية الصعبة دي كأن ربنا بيقول له من الاول هي دي البداية يا محمد وهو ده الطريق يا محمد لازم تعرف انه هو ده الطريق لازم تستحمل لازم تصبر لازم تعرف ان الطريق كده وتستحمل يا محمد الطريق كله كده ليه الغط ده جبريل هو نفسه اللي من 35 سنة نزل وشق صدر النبي النهاردة جاي يضم صدر النبي الجهد على قلب النبي عشان قلبه يطلع أطهر قلب لازم صدر النبي كان يتعصر لازم صدر كل واحد مننا يتعصر ينزل منه أي دنيا عشان القلق القرآن لما ينزل على قلبه ينزل على قلب خالي كان لازم قبل ما يقوله الخمس آيات يعصر صدره يفض صدره من أي شيء في الدنيا عشان كلام ربنا يتنزل على قلب سليم مية في المية ليه عشان برضو الرسول يعرف انه صاحي انت صاحي يا محمد طب ليه ثلاث غطات ليه ثلاث مرات كأنه ربنا بيقول لي يا محمد انت في فترة الأزمة هيعدى عليك ثلاث غطات ثلاث مرات هتبقى كأنك هتتخنق هتعيش في جو خانق هتمر بثلاث أزمات خانقة رهيبة في حياتك وبعد كده الفرج هيجي أول أزمة شعب أبي طالب لما هتاكل انت وولادك ومراتك وراء الشجر تاني أزمة يا محمد عام الحزن لما هتموت خديجة ويموت أبي طالب وتتطرد من مكة وتروح الطائف ويدمو رجليك من الطائف ويحاولوا يقتلك عند الحرم تالت غطة يا محمد لما هيقفله سكك الدعوة قدامك ويتطرد من مكة وتخرج مهاجر للمدينة ودي هتبقى آخر غطة وآخر أزمة خانقة بعدها الفرج والفتح والتمكين يا محمد الفتح مش هيجي غير بعد أزمات وبعد شدائد يا محمد يا ابن عبد الله وليه الوحي ينزل في المكان ده ليه منزلش في أي مكان تاني لأنه مكان العبادة كأن ربنا بيقول له مكان العبادة هو مكان الفتح لو عايز ربنا يفتح عليك في حياتك اعبوديه لو عايز ربنا يفتح عليك أعظم الفتحات اعبوضه بكل ظرف كيانك احنا في رمضان يا جماعة انه بقعد تلاتين يوم رمضان يعبد ربنا اعبدوه اعبدوه بكل ظرف كيانكم بكل ظرف حياتكم وينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل وبيرتجف بيرتعش ترجفه بوادره كل حتة في بترتجف يرجفه فؤاده قلبه بيرتعش يجري على خديجة يجري على خديجة انتي لو جوزك حصل له مشكلة هيجري عليكي لو جوزك حصل له مشكلة هيجيلك انتي هيلجأ ليك انتي هيستشيرك انتي دورك ايه خديجة كان همها هو همه وحياتها هي حياته ومشاكلها هي مشاكله تشوف غار جنبه اطابض ربنا فيه حيات النبي فيها زوجة ما تجوزش عليها ابدا ولما ماتت ما فكرش يتجوز الا لما عرض عليه وزوجة تانية تزوج معاها اش معنى خديجة ما تجوزش معاها لانها همها هو همه وحياتها هو حياته يجري على خديجة يجري بيرتعش تفتح الباب يقعد يرتجف ويقول زم الهوني زم الهوني والحبيب كل زرفي بترتجف زم الهوني مش قادر ينطق بعد فترة يهدى يحكي الخديجة اللي حصل ويا لها من زوجة اول كلمة قالت هالو كلا والله لا يخزيك الله ابدا انك لا تصل الراحم وتطعم المسكين وتحمل الكل وتكسب المعدوم يا محمد ما قلتلوش انك لا تتحنس في الغار لا قالتلو انت انسان عايش عشان غيرك حياتك كلها الغيرك كل همومك هي هموم غيرك لو ربنا اختار نبي هيختار مين غيرك هيختار مين غيرك يا محمد لا يخزيك الله ابدا انت لا يخزيك الله ابدا ليه عملت ايه النبي ما سابش باب من ابواب الخير ما ترقوش عليه الصلاة والسلام خديجة خديجة اول واحدة قالت لا اله الا الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة العظيمة اللي كان لها الدور العظيم في حياة جزها وتاخد النبي عليه الصلاة والسلام ويطلعه على ورقة ابن نوفل الرجل العجوز تسعين سنة اتعامى من السن ومن الاراية الرجل اللي اختار على الاوثان دين النصرانية وقاعد وسط الطورة والانجيل طول اليوم وطول عمره تاخده وتدخل على ورقة ابن نوفل يقول له احكيلي ايه اللي حصل لما النبي يقص عليه اللي حصل والوصف اللي شافه واول ما يقول له الخمس ايات اللي نزله عليه يصرخ ورقة ابن نوفل يصرخ انه الناموس ده جبريل يا محمد ده جبريل اللي كان معك على الغار ده جبريل يا محمد ده الملك اللي بينزل بالايات والكتب السماوية على الانبياء يا محمد انت نبي انت رسول من عد الله انت اللي ربنا اختارك من وسط الارض دي كلها عشان تبقى رسوله انت اللي ربنا اختارك يا محمد انه الناموس الذي انزل على موسى انه جبريل يا خمس ايات خمس ايات الابو كيان ورقة ابن نوفل ورقة قاعد قدامه التوراوي الانجيل وقاعد وسطهم للنهار بس اول ما سمع القرآن اتزلزل قوة القرآن يا امه محمد قد ايه معنا كتاب قوة رهيبة زلزل قلب النبي وقلب خديجة وقلب ورقة تاني يا رب تاني يا رب تاني نورك نزل على الارض يا رب تاني يا رب بوحيك نزل يا رب يا فرحة كل ذرة على وجه الارض بوحي الله الارض ما كانتش ارض عطشانة يا رب ده كانت قلوب تموت من ستمائة سنة يا رب تاني يا رب الحبل اللي مدته لنجاة البشر زمان مدته تاني يا رب الباب اللي الناس وصلت لك منه فتحته تاني يا رب تاني يا رب السلاح اللي اتدمر به إبليس نزلته تاني يا رب تاني يا رب النور اللي نور للناس طريقها اليك نزلته تاني يا رب تاني يا رب نور ربنا بيشتغل يا امه محمد يا ناس نور ربنا نزل تاني كلام ربنا نزل على الارض تاني نور ربنا بنوالنا طريقنا تاني خمس آيات يا أمة محمد كل آية فيهم قلبة كيان الناس احنا الوقت معنا 6136 آية ولسه زي ما احنا موسى كل آية من القرآن أقوى من شق البحر الموسى موسى كان معا تسع آيات احنا معنا 6136 آية نتقلب بيها ونقلب بيها العالم بقالكوا سبع لالف الترويح ايه اللي تغير ايه اللي تقلب يا جماعة ايه اللي تغير سيدنا ورقة ابن نوفى الاول من صدق برسول الله يبدأ يهتف يبدأ يصرخ ياه ليتاني كنت فيها جذعة از يخرجك قومك ياريت نرجع لشبابي تاني ليه عشان تستمتع لا عشان انصرك از ينصرك الله لا از يخرجك قومك انا عايز اضحى عشان الدين ده انا عايز ابزل عشان الدين ده يا خسارة ان انا معرفتش غير وانا راجل كبير ان بيقال له او مخرجيهم مش اسأخرج لا او مخرجيهم حبيبي حبيبي ابو لاهب عمي هيطردنا ابو الحاكم اللي بقى ابو جهل بعد كده هيئزيننا دول اللي هيئزوني ازاي ازاي يقول له ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي يالي بيحاربوا انقابك يالي بيحاربوا الالتزامك يالي بيتريقوا عليك يالي بيحاربوك في وظفتك يالي بيحاربوا دقينك مفيش حد هيجي بالدندة اللي هيعادة خديجة من رعبات رعباتش قالت له احنا مالنا احنا لحنا قدبوا جهل ولا بولهب واحنا مالنا انبي مرجعش الورا انبي مخافش انبي كل اللهم والنحبايب هيتردوني ازاي ازاي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يا هليتاني ان ادرك يومك انصرك نصرا مؤذرا يا ريتنا بقى موجود يومها تبعث البعثة النهائية بقى والوحي اللي هتكلف فيه بالرسالة ايام ويموت ورق ابن نوفل يموت بعد ما ادى المهمة اللي عاش حياته كلها عشانها عاش حياته يتعلم التورا والانجيل عشان الموقف ده هو يعرف ان ده جبريل وان ده وحي ربنا ويثبت الرسول ولما تنتهي محمة ورق ابن نوفل يموت ورق ابن نوفل ويفضل النبي واقف مين اللي نزل لده جبريل طب ما قاليش ليه صراع نفسه رهيب وانا مين انا رسول طب ما قاليش ليه معرفنيش ليه ليه الموقف الغامض اللي حصل ده انا قالي كلام لا يمكن يكون كلام حد غير ربنا بس ما قاليش ليه انه كلام ربنا طب هو فين طب ما بيجيش تاني ليه يوم يطلع على الغار يستنى ما جاش تاني يوم ما جاش تالت يوم ما جاش ربع يوم ما يجاش ينزل النبي يمشي في شوارع مكة بسط الناس النبي عليه الصلاة في صراع رهيب هو فين وما جاش ليه وهو ماشي فجأة يسمع نفس الصوت اللي سمعه في الغار يا محمد نفس الصوت اللي انا سمعته قبل كده يبص قدامه ما فيش حد يمين شمال يبص وراها ما فيش حد الصوت جاي منين يا محمد يبص فوق يلاقي جبريل على كرسيه في صاح البخاري على كرسيه في السماء هو بيكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يبص مش دوه يترعب يرتجي في قلب النبي تاني الوحي ما كانش لزة في الاول يا جماعة ولا الموت النبي الوحي كان شديد جدا على قلب النبي احنا بنستمتع النهاردة بس النبي يا ما تعذب عشان احنا نستمتع النهاردة يجري النبي يطلع يجري وبيرتجف بكل زرف كيان والبيت خديجة تاني يدخل في ايه يا محمد انا عمر ما شفتك كده ايه اللي حصل دثروني دثروني بسرعة هاتوا كل الاخطية اللي عندوكوا في البيت وليفوني فيها دثروني دثروني جي تاني اللي شفتوا على الغار جي تاني بس مرضو ما قال ليش هو مين ولا قال لنا مين ولا قال لنا عايز مني ايه جي تاني يا خديجة وينام النبي بيرتجف مش قادر ينطق والاول مرة وقفصت الانفعل الرهيب ده يفاجأ ان جبريل جالوا بيته ييجي جبريل للرسول على السلام بيته عشان يقول له استريح يا محمد نام يا محمد معلش يا محمد لا عشان يقول له مضى عهد النوم يا محمد مضى عهد التزمل يا محمد مضى عهد التدثر يا رسول الله رسول الله انا ايوة انت رسول الله وانا جبريل امين الوحي من السماء انت رسول الله اللي ربنا اختارك وينزل قول الله يا ايها المدثر قم فانزر خلاص يا جماعة ايقن الرسول في اللحظة دي انه فعلا هو رسول الله فعليا من اللحظة دي بقى محمد ابن عبد الله اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اوم قم فانذر اوم اوم ما تسيبش منكر الا ما تغيروش اوم ما تسيبش حد ما تكلموش اوم انت مكلف بتغيير الدنيا دي كلها انت مكلف بتغيير وسن وسن انت مكلف بتغيير صليب صليب انت مكلف بتغيير كل منكر على الارض انت مكلف يا محمد ان الريات الحمرة تتنزع من على بيوت البغاء مكلف ان الربا دا يتشقال مكلف ان الاوسان دي تتهد اوم يا محمد اصبح رسول الله من اللحظة دي مكلف بمهمة الجبال ما تقدرش تشيلها اخيرا يا جماعة اخيرا جات اللحظة اللي الكون كله كان مستنيها لما الرسول طلع في رحلة المعراج مع سيدنا جبريل كل ما جبريل يطرق على بب من ابواب السماء يقول له من يقول له جبريل يقول له من معك يقول له محمد اول ما الملائكة في كل السموات تسمع كلمة محمد تقول له اهوة قد بعث جه اخيرا جيت يا نور الله اخيرا جيت يا حبيب الله اخيرا جيت يا خير خلق الله اخيرا بعث اهوة قد بعث هو جه هو محمد جه هو نبي الله جه اخيرا بعد ما كانت ملائكة السموات مشتاءة لجهت يا محمد يا ابن عبد الله ان الله هو ملائكة اخو يصلون على النبي ملائكة السماوات بتصلي عليك وانتوا ما بتصلوش عليها عليه الصلاة والسلام اخيرا جات اللحظة اللي كل الرسل كانوا بيستنوها كل الرسل كان بيبشر قومه ويقول لهم استنوا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا عيسى قال لهم انا لما كانوا حزنة انه هيمشي قال لهم انا لو ممشيش مش هيجيلكوا احمد كان العزاء بتاعهم من احمد عليه الصلاة والسلام جاي سيدنا عيسى قال لأكبر تلامسته سمعان قال له انت بطرس بطرس انت اسمك بطرس ان ده صارة مش عارفين يعني ايه بطرس يقولك الصخرة وصخرة الدين ولا يا جماعة بطرس ده اسم الصخرة اللي كان زمان لما يكون في عظيم او ملك او حد من العظماء جايزون البلد يعملوا صخرة ويوقفوا عليها واحد يفضل ليل نهار يرائب اللي جاي عشان اول ما اللي جاي المنتظر الغائب ييجي يفرح الدنيا كلها ويقوموا كلهم يستنوا بطرس كان وظيفته انتظار محمد ابن عبدالله سيدنا عيسى عينه بهذه الوظيفة انه يتفرغ لانتظار رسول الله صلى الله وسلم اخيرا اخيرا جت يا رسول الله اخيرا بعد تشوء الملايكة ليك وشوء الرسول ليك وشوء الصالحين كلهم ليك تكون كله مشتاق ليك يا رسول الله ده الجنة اشتاقت لسلمان مش هتشتاق ليك يا رسول الله ده الحصة سبح في ايدك الحصة عرفك وبيحبك ومشتاق ليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان النامل في الجحور وحتى الحتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير وفي حد علم الناس الخير اكتر منك يا رسول الله النمل والحتان مشتاق لك يا رسول الله لما مرة شفت كلمة محمد في السماء مكتوبة بالسحاب سبحانك يا رب حتى السحاب بيكتب اسمك في السماء يا رسول الله لما جزع الشجرة حضنته هو بيبكي وقلت لو لم ألتزمه لظل يبكي الى يوم القيامة كل شيء كان مشتاق لك يا حبيب الله وييجي رسول الله ويبعث حبيب الله عليه الصلاة والسلام المشهد الاخير يا جماعة المشهد الاخير في حلقة الليلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل قال يا أيها المتدثر اوم قم فانذر ورسول الله متدثر وسمع الآيات وهو تحت الدفار أول مرة أول مرة يكلف بالمهمة الرهيبة دي أول مرة قاعد يفتكر هغير ايه قاعد يفتكر رايا رايا وسن وسن ضلال الارض كلها قاعد يفتكر كل الظلم وكل الحرب وكل اللي افتروا وقت البنات وحفرة حفرة اتحفرت في الصحراء واترمى فيها بنت حية قاعد يفتكر طفل طفلة اتل وهو صغير بسبب الفقر قاعد يفتكر وانه بعد السلام مش قاعد يشيل الدفار عن وجهه وخلاص انا رسول الله فعلا انا مكلف ان انا غير كل ده ويتنفض قلب رسول الله نفضه يتنفض منها كل شيء في جسمه ينفض الدفار من عليه ويقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعنه نظرة اسرار رهيبة على وشه ملامح سبت رهيبة رهيبة خديجة تقول له الى اين يا رسول الله اول مرة مش بشر يقول له يا رسول الله الى اين بكل اسرار وبكل عزيمة وبكل ثبات مضى عهد النوم يا خديجة خلاص ما عدش في نوم خلاص النبي كان فوق على الجبل ربنا قال له انزل نزل لما نزل غير الواقع انزله يا عبت محمد سيبين الضلال ده كله لايه انزلهم احنا ملنشغل في الجوامع وخلاص ننزل نخرج ندعو الناس ننقذ البشرية الرسول لما كان عايش على الجبل ما فيش حاجة تغيرت في الواقع اما نزل الدنيا كلها تغيرت من النهاردة من النهاردة يا كل طالب في الحق افرح من النهاردة التايه اللي زي سلمان هيلاقي حد يهديه من النهاردة التايه اللي زي ابو ذر اللي لف سنين على الحق في الارض هيلاقي حد يدله من النهاردة اللي زي زي دمنا عبر من النفاي اللي ما يحدوش هيقضوا حياتهم في بكاء وعذاب من النهاردة الإسلام هيبقى له حد يشتغل عشانه ويفكر عشانه ويسهر عشانه ويشيل همه من النهاردة البشرية ظلمتها هتبتأ تتبدد وتبقى نور يا فرحتك يا سلمان مع أول نظرة هتبص في أهفاجي محمد يا فرحتك يا كل راح التائه على وجه الأرض يا فرحتك يا مصعب يا شاب مطرف مقنوق معدتش طيق حياتك وعايز تعرف انت جاي ليه وحكمة حياتك ايه محمد بعص عشان يعرفك يا مصعب يا ابن عمير خلاص يا جماعة الوقت يا جماعة رجعت الأرض تاني رجع البقرة البقر نص مليار بني آدم بيعبودوا البقر الوقتي يا أمة محمد حرام عليكم حرام عليكم في روسيا وأوروبا فوق المليار ملحد ريليجن لس حرام عليكم حرام عليكم الصليب بيسجد له فوق المليار بني آدم لغاية الوقتي يا أمة محمد الأوثان وهبل ومنا لغاية الوقتي فوق المليار بني آدم بيعبودوا الأوثان لغاية الوقتي يا أمة محمد البقر بيتعبد والأوثان بتتعبد والصليب بيتعبد وربنا بينكر وجوده انتوا بتعملوا ايه يا أتبع محمد لو انتوا اللي ما انقذتوش الدنيا زي ما محمد انقذها ثمان من اللي هينقذها الوقت الغرب اللي يشوف مسلم بيتوضى بيسلم مهما ظلم رهيب اي بصص نور بيخليهم يهيجوا الوقت اللي عايز يوصل للحق تاني زي أيام سلمان بيلف الدنيا كلها ومش عارف يوصل ازاي في رقبة مين كل طالب حق على وجه الارض في رقبة مين عذاب الكرة الارضية ومرضى الكتاب النفسي والتيهين في الارض بيدوروا عشان عايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى خلاص بقعس رسول الله صلى الله عليه وسلم متخيلة احساس الرسول وهو اول مرة خارج من بيت خليجة اول مرة يبص للدنيا بعين اللي هيغير وهيصلح كل ده كل ده انا مطلوب مني ان انا غيره متخيل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقابل الصحابة وهو اول مرة بيدعوهم كان بيطلب منهم ايه كان بيطلب منهم انت انا بطلب منك الوقت ايه انك تلبس انقب انك انت انت بطلق طلاط انك انت تتطبق صنة النبي انك انت تشتغل في الدعوة والنبي كان بيطلبهم منهم يغيروا حياتهم كلها يسيبوا كل شيء ينقلبوا على كل شيء النبي كان بيطلبهم مطالبة رهيبة متخيل شاب زي مصعب اي شاب ماشي ماشي جاي من صهرة رايح صهرة ويلاقي واحد وشه كله نور ولحيته نور بيبصله وبيبتسم يقول له انت انت مين يقول له انا نبي نبي من عند مين من عند الله 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 مين الله اللي في السماء مش الاوسان ده عايز ايه عايزك تغير كل حاجة كل حاجة كل حاجة يعني كل اللي انا فيه غلط كل ده غلط كان مهمة محمد بن عبد الله انه يقنع البشر ان كل ده غلط ان الدنيا دي كلها غلط ولازم تتبني من جديد على توحيد الله سبحانه وتعالى تخيل لو رسول الله وهو نازل من الغار اخر مرة بدل ما يروح على الصحابة جي عليك انت بدل ما يروح على الصحابة جي عليك انت جي عليك انت قبل كنت كلمك انت دعاك انت تخيل كنت هتقول له ايه كنت هتقبل وانت الوقت قبلت سنته كلها كنت هتقبلي وانت الوقت قبلت سنته وانت الوقت شلت دينه وانت الوقت طبقت ايه من حياته كنت هتقبل دعوة محمد بن عبد الله ولا لا لو كنت بتقول انك هتقبلها اقبلها من الوقتي اقبل ايها من الوقتي اقبل ايها عشان يوم من قابل رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيل لو كان حبيب الله جي عليك انت كنت عملت ايه وكان حصل ايه النبي عليه الصلاة والسلام نزل من الغار ما رجعلوش تاني طول عمره ولا حد من الصحابة راح للغار تاني ليه خلاص بدأ الجهاد ما عادش فيه غار ما عادش فيه رهبانية ما عادش فيه عزلة من الوقت لازم ننزل لازم ننقذ البشر لازم ننقذ الأنفس المتفلتة مننا من النار وأنا آخذ بحجازكم بمسك فيكم وأنتم تفلتون مني إلى النار النبي خلاص انشغل لغاية ملق الله ربنا قال له قم ما نمشي لحد ما قابل ربنا سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه الرسول يا جماعة ليه الرسول على السلام بوعس وعنده 40 سنة ليه 40 سنة يا رب 40 سنة عشان يشتغل 20 سنة ليه عشان الإعداد يا جماعة عشان ما نستعجلش ما ضربش الحركة الإسلامية في مقتل غير الاستعجال ما ضربش الدنيا غير الاستعجال العلم نتعلم دنا إنما الشاب بالوقت ممكن يلتزم أنا عايز أخرج وكسر واعملها نتعلم دنا نعرف سنة محمد ونخرج ننور الدنيا نستعجل ليه الله لا يعجل لعجلة أحد ربنا قال ونريده أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة لما قال كده وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه لما ربنا أراد التمكين لبني إسرائيل ولد موسى ولسه 40 سنة على ما يبعث ولسه يروح مديا ولسه يواجه فرعون ولسه هياخد قومه ويتشألهم البحر ولسه يعيشوا في الته 40 سنة على ما يجي يوشع بن نون ويفتح الأرض المقدسة 100 سنة 90 سنة 90 سنة يا جماعة لما ربنا أراد التمكين مستعجلين ليه ربنا أعد النبي في 40 سنة والنبي أعد الصحابة في 13 سنة والنبي والصحابة غيروا العالم في 9 سنين مستعجلين ليه طب يا رب الناس بتموت على الكفر كي ليه يا رب 40 سنة طب يا رب بعثوا عنده 30 لا يا جماعة الله لا يعجل لعجلة أحد النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة من عمره اكلمنا عليهم في حلقتين وال23 سنة لو قعدنا نتكلم اليوم القامة مش هيخلص الكلام الدعوة هي اللي هتدي لعمرك إيمة الدعوة هي اللي هتدي لعمرك خصوبة الدعوة هي اللي هترفع مقامك عند الله الدعوة يا أمة محمد مهمة محمد وظيفة محمد فين فينا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام النبي كان فيه ناس تانية بتعبد ربنا على فكهوف زي أبو عمر الراهب ليه ربنا اصطفى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان بيعبود ربنا عشان ربنا التانيين كانوا بيعبودوا ربنا عشان الرسالة قلبك قلبك هو اللي بنان عليه ربنا يختارك ويصطفيك سبحانه وتعالى أنا عايز أقول يا جماعة جبريل جبريل اللي نزل الوحي جبريل اللي نزل الوحي على كل الرسل اللي مفيش نبي على وجه الأرض تتعلم الدين غير من جبريل جبريل احنا ما بنحبوش زي جبريل يعني جند الله وفي قراءة ابن كثير جبريل جبريل يعني جبار الله اللي ربنا عطم به وسط فرعون لما قتل فرعون لما موت فرعون في الغرق اللي ربنا بيقبر به قلوب المنكسرين من العاملين لدين الله لما نزل بالوحي على الأنبياء جبريل جبريل زي ما نحبوهوش يا جماعة يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا جبريل في الكرة الأرضية الأرض يا جماعة اللي مجيش في الكون ده ظر ترمل مجيش حت ترمل في المغيرة التبانة ما بالك عن الكون احنا ربنا ينزل لنا جبريل 23 سنة طالع نازل سبع سماوات احنا ربنا يعمل لنا كل ده ايه رحمتك دي يا رب يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا جبريل يا رحمتك يا رب انك تبعث لنا محمد يا رحمتك يا رب انك تنزل لنا القرآن المجيد العظيم يا رحمتك بينا يا رب يا سلام قد ايه النور والدين بيرفعوا الناس عند ربنا الأرض زرت رمل في الكون ولكن لما بدين بيجي يشوفوا ربنا بيبقى قدر الارض عند الله سبحانه وتعالى قد ايه السؤال الاخير من اول من امن بمحمد السؤال ده اجلنا للاخر يا جماعة من اول واحد امن بمحمد اه ابو باك لا 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 ده خديجة اول من امن بمحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم عرفنا ليه جبريل ما قالوش انه جبريل عرفنا ليه جبريل ما قالوش انه ده قرآن في الاول ليه لان محمد كان مطلوب منه انه زيه زينا في الاول يؤمن انه ده كلام الله من غير ما يتقله انه يؤمن انه ده جبريل يؤمن انه نبي كان مطلوب انه يخد نفس تجربتنا في الاول مطلوب انه يبقى اول واحد يؤمن في هذه الامة لازم احنا نؤمن برسالتنا الاول عشان غير العالم لازم تؤمن انه وراك رسالة لازم انت تبقى اكتر واحد مؤمن بدعوتك لازم نبقى اكتر ناش مصدقين اللي احنا بندعو اليه باذن الله سبحانه وتعالى عارف رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف حبيب الله خلاص عارف مين اللي كان بيخلي الحجر يسلم عليه عارف مين اللي كان بيوري الرؤى عارف حياته ترتبة الترتبة العجيب ده ليه وازاي لسه يا رسول الله لسه قدامك طريق طويل او يا محمد يا ابن عبد الله لسه قدامك شك شوك كتير او رجلك هتمشي عليه لسه قدامك عقابات كتير هتعديها لسه يا محمد اهلك هيظلموك وأحبابك هيتردوك وأريبك هيظلموك وهيئذوك مكتوب عليك يا محمد أنك هتدفع ضريبة هدم وسن وسن هتدفعها من دمك ومن عمرك ومن جهدك ومن مالك ومن حياتك يا محمد يا ابن عبد الله مكتوب عليك هتعيش تدوق طعم المرار والراحة ليك في المنتهى مكتوب لو القلب استباح صرخة يكون حد اللسان سكينة تتبح قلبها مكتوب تكون في الصبر ضيف علشان تكون في الشمس طيف مكتوب انك تصبر ولازم هتصبر يا رسول الله عشان نيجي احنا النهاردة نطلع الليلة نتكلم عنك وقلبنا كل ضر فيها مليانة حب ليك لو توزع على الارض يفيد من بكرة ان شاء الله هنعرف عمل ايه محمد ابن عبد الله عمل ايه لما ربنا نزل له قم فانزل وربك فكبر ربنا كبير ومش هيسيبك عمل ايه لما ربنا قال له اقرأ باسم ربك انا معرفش هقر يا رب لا باسم ربك من النهاردة ما عدتش هتواجه الحياة بامكانياتك ولا قدراتك من النهاردة هتواجه الحياة بامكانيات تانية بقدرات تانية بقدرة تانية خالص بقدرة الله فاخر صورة اقرأ اول صورة اخر مشهد والنبي بيسجد كلا لا تطح واسجد واقترب وابو جاهل وابو لهب عايزين يقتلوه وهو ساجد اول سجدة الوحد وحيد مضطهد ويجي اخر سجدة في القرآن في صورة الحج اللي من اخر واخر الصور اللي نزلت في القرآن اخر سجدة فيها يا ايها الذين امنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وتنزل الامة كلها تسجد يبقى اول سجدة في القرآن رسول الله لوحده لما صبر الامة كلها سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة ان شاء الله مع طريق الالف ميل بكرة الخطوة الاولى من طريق الالف ميل الخطوة الاولى من طريق الكفاح والضنى والعذاب والتضحية والدم والطرد والسجن والتعذيب بكرة الخطوة الاولى الخطوة الاولى في حياة محمد ابن عبد الله اللي بقى من اللحظة دي اسمه في السماوات كلها وفي الارض كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت البرنامج خلص اوصيكم بايه اوصيكم بايه في النص دي الباقية دي يا جماعة اوصيكم بايه انا في حيرة والله يا جماعة اوصي بايه حبيب الله لما نسمع عند رسول الله لما واحد يكلم الناس عن العلماء المخترعين عايزهم يبقوا ايه لما واحد يكلم الناس عن الملياردرات عايزهم يبقوا ايه لما بيكلم عن رسول الله اعظم مصلح لازم تبقى ايه اومي بقى انزل بقى اتحركوا بقى شيلوا رسالته بقى طبقي حياته كلها خلي شكلك زي شكلي زوجاته وعقدتك زي عقدته ومنهجك زي منهجه اومه بقى اومه بقى يا امه محمد اومه تنفضهم لو الدنيا ما تغيرتش على قدك وعتتغير على قد مين اومهم اومه ده رسول الله النبي بقى نبي بقى آية اتقال له اقرأ بقى نبي بقى رسول الله الدنيا كلها بتقول عليه الصلاة والسلام اومه بقى اومه آية واحدة تبكي منها في الترويح ممكن تبقى والي بقى آية ممكن يتغير حياتنا بقى آية لازم لازم علاقتنا بالقرآن تتغير لازم الاسبوع ده نختم ختمة جديدة ان شاء الله لازم نخلص ختمة بس بقلب بتدبر انا عايزك تقري لقرآن الليلة وانا عايزك تسمع القرآن الليلة وانت في الترويح النهاردة بقى الانعام واول واول الاعراف انا عايزك تسمع النبي تأذى قد ايه كل آية بتحسسك بمعاناة الرسول قد ايه انا عايزك تغير القرآن اراية جديدة اراية في نفس الجو اللي نزل فيه القرآن انا عايز اللي حصل في قلب ورقة ابني نوفا لما سمع القرآن يحصل في قلوبنا نتنفط نتزلزل نقوم اومم لازم نختم القرآن اللي يامك جاية دي ان شاء الله ولازم الترويح نعيش معاها ولازم نبكي الليلة لازم نبكي الليلة من القرآن ولازم نتغير ولازم كلنا مع بعض اللهم انا تبنى اليك تبنى الي الله اقولوا معايا اقولوا معايا تبنى الي الله ورجعنا الي الله وندمنا على ما فعلنا وعهدناك يا ربا لا نعود الي المعاصي ابدا وعهدناك يا رسول الله ان نعيش على سنتك وأن نموت على ملتك بإذن الله اللهم إنا نعاهدك أنا على سنة نبيك أنا على طريق نبيك أنا على جهد نبيك أنا على ملة نبيك يا رب اجعلنا من المجاهدين المخلصين اجعلنا من جندك المخلصين يا رب استعملنا لنسرة دينك في الأرض يا رب يا رب قيد للإسلام من ينصره يا رب قيد للإسلام من ينشره يا رب اللهم أخرج منا دعاة وداعيات وعلماء وعالمات وعباد وعابدات ومجاهدين ومجاهدات يا رب يا رب اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب يا رب ارزقنا حب الرسول يا رب ارزقنا ان لا نفطر عن الصلاة عليه يا رب ارزقنا ان لا نفطر عن الصلاة عن رسول الله يا رب عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير